يا دعاتك للسماع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذانا والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون في قلبي لك فاض حنين وبروحي شوق يتضرم يا ربي جمعني بخليلك يا ربي جمعني بخليلك يا ربي جمعني بخليلك صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا واجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل واجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية نهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر